أنا بطمن المواطن المصري إحنا الأوضاع الحمد لله مستقرة وبالتالي إحنا استوعبنا تماماً الهزات الاقتصادية اللي حصلت على مدار الإسبوع من اللي حصلت في العالم كله الدولة المصرية اقتصادها كان قادر على التعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الاحترافية لدينا الموارد المالية والنقدية اللي تمكننا احتياطي مصر النهاردة بيغطي تمن شهور تمن شهور فإحنا الحمد لله يعني الأمور مستقرة تماماً في هذا الشأن ما بنتأخرش على تدبير موارد العملة النقدية الأجنبية لمستلزمات الانتاج والمواد الخام وكل الكلام ده بتابع مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء حل مشكلة الدواء ونقص الأدوية تبقى اللي احنا قلناها لحضراتكم عليه وطلبت منهم أن يتم كل أسبوع إعلان عن الأدوية أو حزمة الأدوية اللي بتخلص مشكلتها عشان يبقى المواطن عارف بصورة أسبوعية المشكلة بتتحلل زاي ترجمة نانسي قنقر